اشتركوا في القناة اليوم موضوعنا عن الهجرة والأثار النفسية على الشخص يلي تارك بلده وبيته وعلى أيضا أهله يلي موجودين في لبنان صباح الخير فلار صباح النور تعرفي هذا الموضوع أنا كتير هيك عن جد بيأثر فيي لأنه يمكن ما عنده أولاد مسافرين ما بيقدر يشعر ويحس شو معناتها ألم الغربة أنا بقل له إن كان للشخص الموجود برا وإن كان لأهله اللي هون اللي فعلا متما كنا عم نحكي كل طريقة حياتك بتتغير بس يكون عندك فرد من أفراده برا صحيح اليوم رح نحكي عن الهجرة وليك رح نبدأ بالأول بيأ الهجرة الأولى يلي بيعيشها الإنسان ويلي بتبدأ من أول مراحل حياته مظبوط يمكن نحن عم نعرف إنه الهجرة بالمطلق هي الغربة أو السفر على بلد غير البلد يلي هو غير الوطن نعم بعلم النفس فريت حكي عن الهجرة الأولى عند الإنسان أول هجرة بيقطع فيها هي لما بيترك بطن أمه الرحم ليطلع على عالم تاني بدو يتأقلم على هيدا العالم يتنفس وحده يقول وحده صحيح بدو يصير مستقل بدو عيش بطريقة كتير مختلفة عن طريقة اللي كان عيش فيها محمة دافة جوه هيدا الرحم بيرجع بيقطع بمرحلة من بعدها ملاحق وتأقلم بيوصل على الفطان كمانا كان فيه ألة ماء كان الولاد يحس بالحنان يحس بالعطاء طبع أمه يحس بالدفق طبعه وفجأة بتقرر أنه ما بقبدة لا أكيد مش هي هيك قرار من عندها يعني بيكون فيه كتير ظروف بيكون فيه وقت صار لازم فيه كمان يفطم الولاد كمان هو بيستغرب هيدا الشي وبيرجع عن جديد بيحس بالوحدة بيحس بالفراء مراحل الإنسان شو بي نقهر فيهم صحيح ونفس المراحل اللي بيقطع فيها عن كبر بيرجع بعيدة بالهجرة لما رح يحس بأنه بطل في دفق الوطن دفق العائلة لما رح يحس فجأة أنه صار وحيد لازم يصير مستقل ويتأقلم لحاله ومن هون بتبلش يعني إذا بدنا نقول قدرت الإنسان عالتأقلم لأنه تعود كيف يتأقلم مع التغيرات والإشياء الجديدة بحياته هي كمان عندك مرحلة الدخول إلى المدرسة كمان عم يترك البيت ويروح يغيب عنه فترة فيه كتير والأولاد ما بيستوع بوا يخد معهم سنة سنتين يمكن حتى يعرفوا أنه لأ الماما والبابا كمان موجودين بالبيت نحنا مش رح نفلق ونتركهم مظبوط نحنا حكينا عنها بحلقة مرة قبل دخول المدرسة كيف كمانا هيدا الشيء هيك الرحيل من مطرح لمطرح وبدي أترك أثر هل أنا بدي أرجع التفكير بالمطرح الثاني يلي بعد ما فيه شيء ملموس بيقول أنه هو موجود بغيابة أكيد بيقطع فيها الإنسان كمانا خلينا نرجع لموضوع الهجرة أيام كتير بطرف الهجرة بتكون مفروضة عليك مش عنده بيقرار شخصي الواحد بيقرر أنه أنا لا خلاص بدي روح على غير بلد مش عم بيروح السياحة يعني عم بيروحوا إما لا يكفوا علمهم أو للعمل لأنه كلنا بنعرف خصوصا هلا بيها الفترة الظروف كيف بالوطن بياخد الشخص قرار أنه أنا بدي فل شو وضعه النفسي لما نكون عم ياخد هالقرار أكيد نحنا لما بدنا نحكي عن الهجرة بدنا نبلش بالأسباب اللي بتخلينا ناخد هيدا القرار يعني أول شيء أول مرحلة للهجرة صعوبة اتخاذ القرار نعم اليوم في كتير أشياء بتخلينا ناخد هيدا القرار مثل ما حكيته يمكن وقت بتكون مفروضة يعني عم نحكي ممكن لجوء بحالة حرب بحالة مجاعة بحالة مرض وباء صاب البلد بس كمان في الهجرة اللي نحنا كمان منعدة قصرية لو كانت فيه اختيارية عن الإنسان ولكنه مجبور يروح صحيح الإنسان اختار يروح على منفى بالنهاية هي الغربة كأنه منفى لأله هو يختار هيدا الشيء من هون نحنا منقول أنا لما بدي اخد هيدا قرار عم بياخد قرار اني اتخلى عن الأمان اللي أنا بحس فيه لأنه نحنا كلنا منعرف انه مع كل سيئات الوضع اللي عم بيجبرني اني غادر أنا بحس بالأمان هون لأنه بعرف كل شي أنا هيدا المحل بعرف كل تفاصيله بعرف كل الأشخاص اللي فيه بعرف اتواصل معهم بعرف اتعامل معهم لما بدي اخد قرار فل عم بيخد قرار اتخلى عن كل شي عم بيغير معتقادات تقليد عادات غير انه عم يفترق عن عيلته وأهله ومحيطه كله الكامل موظبوط هلأ بنحكي عن المراحل بعدانا كيف بيصير التأكلهم بس اذا بنرجع لأخذ القرار بحد ذاته الشي اللي بيشجع على أخذ القرار هو الحلم بالبلد التاني يعني اليوم نسمع كل المهاجرين يلي عم بيجربوا يقنعونا او يقنعوا حالهم يعني اولا انه بره احلى من هون صحيح بيكون في حلم بره احلى في نظام في نظافة ما في امراض مثل هون ما في نفايات بالطرقات في معيشة منيحة في تأمين شيخوخة بيحكوا بكل الامور اللي هي هون بتصير قلق عند الاشخاص اللي بتدعيهم لانه يهاجروا هالامور هيدا اللي بتكون نفسيا عم بتعيشهم بسترس يومي احنا كتير منعرف انه نحنا كشعب تبدا نرجع للشعب اللبناني عايشين بسترس يومي كتير كبير عم بيدفوش انه انا بدي روح حس بالامان ما بدي عيشون هودا انا بدي روح هونيكة اعرف انه بالعربة اللي مشاب رح اخرتي مأمنة بدي اعرف انه انا في حدا رح يطلع فيي بدي اعرف انه انا مرح انكب على باب مستشفى هيدول كلهم امور تصير القلق عند الانسان بس حتى تصالي على هالمرحة اللي روحتك لشبابك صحيح يعني كمانهم عم يخسروا كتير اشياء وهوني اكتر من انه عم يخسروا كتير اشياء وعم بعيشوا بطريقة رح نحكي كيف ديش بشعة بمحل معين وكيف انه يمكن عم بيتخلوا عن سترس معين بس في سترس من نوع اخر عم بيتكمش فيهم صحيح عم بيصير فيه قلق عم بيصير فيه صعوبة يندمجوا بهيدا المجتمع عطيت اقلمهم مثل ما قلت قبل عن اللغة يسوقوا سيارة صحيح يأكلوا من اكل هيدا البلد صحيح يتواصلوا مع الاخرين يلاقوا شغل في كتير امور مدارس للولاد يرجعوا على بيتهم ما فيه حدا بدهم يحضروا امورهم يأكلوا يشربوا بكل البلدان الغربية ما فيه الاشياء اللي احنا مأمنت لنا هوني يعني ما فيه داليبارية فيه قصص ثانية اذا بدنا نقول مختلفة جدا عن القصص اللي مأمنة الشخص هونيك اهمة اذا بدنا نحكي نقطة تداعية نفسية اذا بدك او سبب نفسي بيأثر بالمهاجر هي الوحدة صح عندك واحدة من التحديات هي الاندماج يندمج وعندك الخوف والوحدة هن اكتر امور بيتملكوا الشخص المهاجر يلي فجأة بيلاقي حاله لوحده لو كان مزوج عنده اولاد عنده عائلته صغيرة هونيك بس هو بيلاقي حاله لوحده خصوصا انه البلد البلدين يلي عم بيروحوا عليهم اذا كانت بلدين اوروبية او امريكا او استراليا او كندا صحيح بيقدروا يحكوا اللغة بس عندهم ضرق كتير مختلفة عن طرقنا بالتواصل بالتربية بالعلاقات يعني اليوم مش بسهولة فيهم يروحوا يعملوا زيارة مش بسهولة فيهم يظهروا تربية الاولاد ما في مين يساعدهم فيها يعني بطلوا قادرين يظهروا لانه في مين ينطر الولد عاشية بطلت تشتغل الاما جبورة تضلب البيت مع اولادها يعني كله صح واذا حكينا انه هجرة على دول عربية صحيح تمانا نحنا عنا يمكن سقفات متشابهة ملنا كتير بايدي بس كمان الدول العربية صار فيها كتير جنسيات مختلفة صار فيه بتحس حالك اصلا عيش ببلد يعني اليوم كل يلي بيروح مثلا على دبي او على قطر بيقلوليك انه ما بيشعر انه بدولة عربية مية بالمية بحس حاله مجموعة بلدين صح كمانا ما في انتماء وهون منحكي عن البحث عن الهوية صح يعني مع كل الخوف من انا مع كل القلق مع كل الارادة بان يروح غير مع كل الارادة بانه يمكن حتى اذا انا رايح اجيب جنسية وارجع بيقلوليك بدي اعطي جنسية لأولادة مع كل هيدا انا مين هون انا ما بشبه هيدا المحال صح وهون بتبلش رحلة البحث عن الهوية وخصوص انه الهوية هي بس مانا بس اسمي مانا بس عائلتي هي تكويني هي تقليدي معتقداتي ايامي جيني هي مكوناتي كتيري بتلاحظة انه كل مخترب بيجرب يبحث عن اللبنانة اللي معه بالاختراب يعني بينب شوينوه بروح يمكن على المطاعم اللي هن بيعملوا اكل اللبنانة يمكن على الحي اللي بيعرف انه فيه اللبنانية مع انه اللبنانية اللي هونيك يجربوا قدما فيهم يعني يحافظوا على كل تقليدهم على كل عاداتهم يلي اخدوها معهم لمن اقتربوا ولكنهم بما كان ما متل ما عم تقولي ضيعوا هويتهم لانه بدهم يتأقلموا مع البلد اللي موجودين فيه وما عم يقدروا ما فيهم يضلوا متل ما كانوا ما فيهم يفوتوا معهم يندمجوا كليا صحيح يعني بمطرح مجبورين يندمجوا مجبورين ياخدوا من هيدا البلد الايام طبعوا العدات طبعوا الرولس طبعوا الممنوع والمسموح وكل قوانين يعني بس بنفس الوقت في قصص ما فيهم يتخلوا عنها ما هي كونت شخصيتهم صحيح وهون بيصير اذا بدنا نقول عدم التوازن النفسي يلي هو مين انا كيف بقدر اتأقلم يمكن اكلات ما كانوا يحبوها ابدا تصار بالدنياها وينبشوا عليها لانه تشبه الاكلات او هي اكلات لبنانية وهون يمكن خبرة هيك صغيرة مع الاشخاص اللي حوالينا يلي بينبسطوا يخبرونا انه انا اليوم والله عملت مجدرة انه هون عايشين مثلا بكندا وهون ما بيكلوها وهون ما بيكلوها مظبوط يعني تلاقي هونيك بيرجعوا يتكمشوا بيتراب الوطن مش ان هيك بتلاقيهم كتير بيحطوا اوقات هيك بيتربطوا بالموسيقى التقليدية الوطنية وقت بنوصل الى الاكسترام كتير لاشخاص هون شخصيتهم كمان مهيئة انه يصير عندهم اذا بدك مرض نفسه هون بيوصلوا لاكسترام في كتير بيلبسوا الزي تبع البلد تبع بلدهم بالبلدين الاغتراب بيحقوا عنا بيجاهروا ضد الرؤسة الجمهورية وهون منشوف وفي كتير رجعوا من وراء امراض نفسية وصار في عندهم فيصام فيصام بالشخصية من وراء الهجرة كانت هي اذا بدنا نقول المحرك الاساسي في بعض شخصية بس هي كانت محرك اساسي لتغير دعوا بين هونيك وبين هوني صحيح في كتير اشخاص لما بانو عم نحكي عن الامراض هون المعقولة تصيب الاكتر شغلة نحنا من عيني منا هي القلق القلق مانو عادة مثل ما نحنا منقوله يمكن انو انا نقزان من شغلة او عامل استرس لا نحنا عم نحكي عن مستوى عالي من القلق صار عم بيأثر على تفكيرنا عم بيأثر على شخصيتنا عم بيأثر على قيمنا بواجباتنا اليومية وصلنا لنعمل يمكن نوع من البانيك اتاك صرنا نحنا عم نعمل حالات من التوتر الشديد والعالي عم يدقلنا بسرعة عم نرجوف عم نخاف يصير اي حادثة لقلنا بالشارع وبنرجع بتبلش الافكار طبعنا تزيد هالحادثة ببلد الاغتراب مين بدو يركض علي كيف دون يعرفوا انا شو بني كل هيدا الامور يعني بتبلش ببلش الشخص من وراها يحس بالوحدة يعني انا اليوم باللشت عم حس بيقلق انا كيف بدى عايش ولادي ما عم بقدر نام الارهاق الجسدة كمانا بيسبب ارهاق نفسي يعني باول ما راح للهجرة تأسس وتفرش البيت الجديد ولاقي مسكن ولاقي شغل واتقلم باللغة لانه خلينا نكون واقعيين حتى لو بحكي انا فرنسا خلينا راعي كندا احكي مع فرنسا مية بالمية الطريقة مختلفة في كتير كلمات يمكن نحنا كتير نتعلمها فرمال في اللانغاش فاميليا نحنا هون نفس البلد اللهجات بتختلف ومنفهم عبعض اوقات فهون كل هيدا فيها صعوبات انه انا اتقلم فيها وان افهمها من هون بعيش قلق القلق بجرل الوحدة والوحدة هي اكبر خوف للانسان انه يعيشوا لانه منرجع بلش من لما طلع من بطن امه من لما حصت حاله وحيد بهالشي الكتير كبير تبلش يخلق علاقات ويخلق رولاسيونات مع كل الاشخاص اللي حوالاه كيف مفروض الاهل يتصرفوا مع ولادهم يلي بالغربة كمانا ما فيك تفرجيهم هون الوجه انه هن كلهم مع بعضهم هون وهن واحدهم برا حتى الاهل بضيعوا ببطلوا يارفوا شو بدهم يعملوا وخصوصا القلق اللي الاهل كمانا عيشينه اذا اتصلوا ما ردوا اذا عرفوا انه حدا ساخن اذا ساخن حدا من اللي برا بيصير هالقلق اللي يكبر 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 كمانا اكتر هايدي كمانا كيف بدوا يتعامل مع الواحد بدنا نكون اول شي كتير واضحين من البداية الاهل لازم يبلشوا يدعموا ولادهم بهذا الاختيار يعني اليوم نشوف كتير لما بيخد القرار هو عم بينفذ قراره الانسانية اللي بيهاجر بيحكي مع اهله بيستشيرهم بس هو بنهاية عم بيخد قراره لحاله مع يمكن الامرأة مع زوجة الزوج مع مرته بس هو ناطر جواب هو ناطر دعم هو ناطر بمحال ما يضعفوا وما يحسسوا انه متروك هو ناطر يقوله انه حتى نحنا وهون نحنا معك بقرارك لانه انت عم تاخد قرار عن اناعك بالنهاية هيدا قرار انت اذا قفت بوجك رح تنضم رح يصير مخاطر معينة رح يصيبك اي شي حتبقى دايما مش مرتاح من هون اول خطوة انه يدعموا بهيدا القرار انت بتاخد القرار ونحنا حدك شو ما كان قرارك تاني مرحلة يلي بيهاجر لما بيوصل لهونيك من بعد ما يقطع بيه هو عم بيقطع بمراحل تأقلم اول شي بيكون حب وغرام كأنه رايح سياحة يعني بعدين بيبلش بده يتأقلم بعدين حاس بالوحدة كتير مهم نعرف انه هو وهون حاسس بهيد الوحدة هو صعب عليه يجي صوبنا ثم نحن بنروح صوبه يعني هو كتير صعب يتصل يخبر انه هو وحيد لانه بالنهي هو اخد قرار مسؤول عنه والاكبر دليل بس تسأليهم كيف كتير منح تمام كله ماشي الحال وهني بعتقد انه بيكونوا يمكن عم بيتكسروا يمكن عم بيكونوا مشتاقين كتير مهم هني كمان يكونوا كتير مهم هني كمان يكونوا هيدا الاساسي لازم الاهل دايما هني يضلوا مسابرين مش انه ما عم بيحكينه سرقله جمعة حكيه انت ضلك مسابرة الاصحاب الاصدقاء العيل التانية اللي هي عادة وقت الشخص بيكون موجود ببلده كتير اوقات بيتخلى عن عيلته ما كتير بيسأل عنه بيضل مع اصحابه يعني بيضهراته سهراته مسحب كل شي فكتير مهم هني كمان يكونوا هيدا الاساس دايما هني يسألوا عن هالانسان هو عنده كتير اشي خطلطت عليه الارضية تحته منها ثابتة بقى عنده كتير اصاص شاغلته بده يعمله وخصوص انه نحنا ما عنا فكرة عن الصورة اللي هو عايشة هونيك ما بينما نحنا منعرف انه الاشياء بعدها متل ما هي الامور بعدها ثابتة الارضية ثابتة مع كل القلق اللي نحنا منعيشه والستراس بس نحنا هيدا شي يمكن بشع نقول اقلامنا معه بس هيدا الواقع من هون نحنا قادرين نرزب هيدا الشخص لعنا ونضلنا نسأل عنه نقله انه انت موجود بأفكارنا ما نخاف نخبره انه نحنا مبسوطين لانه هو هونيك ما رح يحس بالحسرة قد ما رح يكون مبسوط قد ما رح يحس انه نحنا عم نشاركه بكل الامور مية بالمية مية بالمية يعني اداة صعبة على الكل يعني صعبة على اللي برا وصعبة على اهله كمان بنا كمان هل مهم انه ما نوصل لتداعيات سلبية جدا متما قلت نوصل لامراض نفسية بعدنا الاهل مفروض اذا بنا نعمل باختصار نضل كل الوقت نتواصل معهم ندعمهم بحيالة مشروع وزيارة البلد من وقت للتاني كمان اداة مهمة نضلوا يجوا او الاهل يروحوا يزرون او هن يجوا او جيبوا حتى على لبنان وبتحس انه بس يجوا لهون كمانا بحسوا حالهم ضايقين لانه كلما يروحوا يجوا بلقوا انه في اشيه تغيرت هني ببالهم باقية الاشيه القديمة ولكن بالواقع في كتير اشيه عم تتغير هون كمانا موظبوط اول شي كتير مهم دايما مثل ما بيقولوا نرجع للأساس نرجع نحس بالجزور تبعنا لانه هيدا الشي بيساعدنا انه نضل عم نلاقي هويتنا ونضل محافظين عليها كتير مهم نعرف انه الاشخاص حبه اللي قالنا هو هو بغض النظر اذا احنا موجودين او بعاد مشان هيك كتير مهم نرجع دايما يمكن منرجع اوقات بيرجع الشخص بنظرته انه الاشيه هونيكه بتخليه شوفه احلى من ناحية النظام النظافة كلها الامور بس الاكيد انه دايما في عنده هيك حسرة بقلبه انه هون احلى العلاقات هون احلى ودايما هيا منسمعه بعتقد كلنا منوافق عليها انه هوني كيف كن مع بعض كن هيك عقلبه واحد واحد فيت على المستشفى بتلاقي الكل طب مش متل هونيك احدا بيسأل عنه بركة واحد هيك قرر يزور تليفان بسيط ما بده موعد قبل بشهر كلها الامور هايدي بيعوزوا يرجعوا يعيشوه تيحملوا معن ذكريات جديدة لانه احنا منعيش على كل الماضي طبعنا ذكرياته منعيش على المستقبل البلان طبعنا اللي منعاملوه بس كمان الاوقات السعيدة بحياتنا هي بتعطينا طاقة ايجابية فما فينا نعيش على ذكريات من عشر سنين نهاجر نبقى عشر سنين ما نرجع لا لازم من فترة لفترة نرجع نغذة هالطاقة الايجابية من المجتمع الايجابي اللي حوالينا اللي بيحسسنا بالامان اكيد مهم كمانا زيارة الاهل لبيت هذا الانسان الغادر لانه كمانا كتير مهم نحنا نشوف لما يخبرنا عن تفاصيل نفهمها نجرب نرسم صورة براسنا تنحس حالنا قريبين اكتر ونترك له ذكريات هونيكة هو كمان يقدر يعيش فيها صحيح انشالله ما بقى نسمع انه فيه اشخاص عم بيغادروا انشالله كل اللي برا يكونوا مرتحين ويضلوا مفكرين انه لا بدهم يرجعوا على الوطن انه هايدي مش غربة عبدية الوطن دايما جاهز هون حتى يستقبلون نتأمل تتحلحل الامور شوي اكتر وعنجد اللي برا يرجعوا حتى مش بس اللي هون يبطلوا يروحوا وهيك انا بدء شكريك فلور على امل مشاهدينا انه نلتقى بفلورينديا الراعي الاسبوع المقبل ايضا بموضوع جديد رح نتوقف لحظات ومنكمل معكن اشتركوا في القناة